مرحبا بكم الناس الكل وصفتنا اليوم تكون خفيفة ضريفة وبنين عن الآخر من الوصفات الصيفية لكي نقوم بتقريبا بطريقة جديدة هوني اخذت ثلاثة حبات بيض نضع عليها مغرفة كبيرة كريم فريش قجدة طرية نضع عليها رشة في الفلاكهن ورشة ملح ونحللهم مع بعضهم اذا عندكم يغر طبيعي تضعوا بطريقة طبيعي ليس لازل كريم فريش لنخففها بشوية حليب ثلاثة مغرفة كبار حليب ونضع لها مغرفة صغيرة دقيق ابيض فرينا الفرينا هذيك تخليها تعطي قوام وننسى وش عاملين لحليب والكريم فريش كبير نضع أكثر اذا تحبوها مكبوسة أكثر ونضع الخليج فيه الفرينا ونضع في الصفية ونضع طول على النار ونضع الصفية ونقليه ونصفية لنظروا مبعضنا كيف لدي المقلم نضع الزيت نضع تقريبا الزيت ونضع الزيت ونضع لبيض نضع مبعضة ونضع لقد قلتها ونضع تقريبا فشيئ ونضع تقريبا أجل حدثت ونضع طريقة نتغذيك ثم نقوم بالبرج بالبرج نقوم بالبرج من البرج نقوم بالبرج من البرج نضيف سبق سبق نضيف سبق موزاريلا نجموط فيها سوس طماطم نطفي على الجاز لنضع كبار ولا زيتون رشة مع بنوس نجموط نجموط نضيف حضرة نضيف حضرة تأخذ تلك السوق نشاهد نضيف الحضر نضيف حضرة نضيف حضرة نضيف حضرة نستطيع القطع انتظف القطع حافرة بسم الله نقص مع بعضنا قليلا نجربها و نضقها و نضيفك 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 كامل رضي تكستور طائرة قمت بلش جبن لا تحب الجبن والشيخ انظروا مدرس جفن ومهشهش انظروا من دخول انظروا مدرس سندويتش اخذت بان دمي برج في بان دمي و فوق اسكالوب سنجموه مايونيز اي حاجة وصلاطة اي حاجة ويسلحوا سندويتش تزيد عندي صلاطة قعدتلي من البرحة هايكا صابل وطماطم سوريز وخاص ومايس وكامل فطها معاها وكهو انا هذا يكفيني ماشاء الله وهذه وصفتها كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة